بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين وللمسلمين قال المصنف رحمن الله وإياه وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النساي والتلمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححها الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث حديث صفوان من جملة الأحديث التي ذكرها الحافظ بن حجر في باب المسح على الخفين والحديث فيه خبر صفوان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم إذا كانوا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم قوله إلا من جنابه استثناء أي إلا أن يكون قد أصابت أحدنا جنابه فينزع خفه ثم قال ولكن هذا استدراك من غائط وبول ونوم والاستدراك يخالف ما بعده ما قبله والذي قبله استثناء الجنابة ومعنى هذا أنه لم يكن يأمرهم صلى الله عليه وسلم بنزع الخفاف من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه الضمير يعود إلى ابن خزيمة والترمذي وهو حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الأولى مشروعية المسح على الخفين وهذا واضح في هذا الحديث دليل لما حكي عليه الإجماع من مشروعية المسح على الخفين ووجه ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وعدم نزعهما تستفر ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه فوجه الدلالة في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على نحو ما ورد في الحديث هذه المسألة الأولى الثانية المفاضلة بين غسل الرجلين ومسح الخفين يعني أيهما أفضل في الوضوء استدل بهذا الحديث لما ذهب إليه الحنابلة من أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه الحنابلة من أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين واضح المسألة وجه الاستدلال بالحديث كيف استدلوا بالحديث على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح قالوا والأمر إذا لم يكن للوجوب كان ندبا الأمر إذا لم يكن للوجوب كان ندبا نوقش هذا الاستدلال بأن الأمر هنا أمر إباحة وترخيص أمر إباحة وترخيص وعليه فلا دلالة في الحديث على أن مسح الخفين أفضل من غسل الرجلين المسألة الثالثة المسح على الخفين في السفر في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جماهير العلماء من مشروعية المسح على الخفين في السفر ووجهه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في السفر بهذه المدة فدل ذلك على أنه يمسح على الخفين في السفر وهذا واضح المسألة الرابعة توقيت المسح على الخفين في هذا الحديث دليل لما ذهب إلى الجمهور من توقيت المسح على الخفين ووجهه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم المسح للمسافر بثلاثة أيام ولياليه طبعا الحديث ما جاب ذكر المقيم ليس كذلك فليس فيه إلا ذكر المسافر الخامسة توقيت المسح على الخفين للمسافر للمسافر بثلاثة أيام ولياليه ولياليه في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جماهير العلماء من توقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليه خلافا للمقيم خلافا للمقيم ووجهه النص على ذلك في الحديث النص على المسافر ومفهومه أن المقيم يختلف عن المسافر في التوقيت ومفهومه أن المقيم يختلف عن المسافر في التوقيت المسألة السادسة في هذا الحديث دليل لما أجمع عليه أهل العلم من عدم جواز المسح على الخفين في الحدث الأكبر كالجنابة وابح ووجهه ووجهه استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة من المسح على الخفين حيث قال إلا من جنابة والجنابة معروف ما هي الجنابة هي خروج المني بلذة دافقاً سواء كان بجماعة أو بغيره بجماعة أو باحتلام أو باستمنى بأي نوع من أنواع الإخراج المسألة السابعة المسألة السابعة ابتداء مدة المسح ابتداء مدة المسح يعني من أي وقت يبتدأ المسح في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس تبدأ من الحدث بعد اللبس تعرفون أن العلماء اختلفوا هل تبدأ مدة المسح حساب المدة ثلاثة أيام بلياليها من الحدث بعد اللبس أم من المسح بعد الحدث وبينهما فارق هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن حساب مدة المسح يبتدأ من إيش من الحدث وجه الاستدلال أن الحديث يدل بمفهومه أن الخفافة تنزع لثلاثة أيام يمضين من الغائط أو البول أو النوم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة مدة للمسح أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونو فوجه الدلالة في الحديث أمره بأن لا تنزع الخفاف لثلاثة إذا أصابه غائط أو بول أو نوم فدلع هذا على أن المدة المدة تحتسب ممتا من واحد من هذه الثلاثة التي أصلا هي موجبة للنزع لكن رخص الشارع في عدم النزع لأجل التخفيف ومشروعية المسح واضح المسألة الثامنة الغائط والبول من نواقض الوضوء في هذا الحديث دليل لما أجمع عليه العلماء من أن الغائط والبول من نواقض الوضوء صح؟ من أن الغائط والبول من نواقض الوضوء صح؟ وجه الاستدلال النص على عدم النزع من الغائط والبول الحديث يدل بمفهومة أن الخفافة لا تنزع من الغائط فدل ذلك على أنه ناقض للوضوء الذي كان عليه الإنسان حال لبس الخف حال لبس الخف فالغائط والبول من نواقض الوضوء بدلالة الحديث المسألة التاسعة الغائط والبول الخارج من غير السبيلين استدل بهذا الحديث لما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من أن الغائط والبول الخارج من غير السبيل ناقض للوضوء لأنه اختلفوا في الغائط والبول إذا خرجوا من غير السبيلين متفق عليها أنه إذا خرجوا من أحد السبيلين باء البول الغائط فإنه ناقض هذا تقدم قبل أنه محلي إجماع لكن إذا كان من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء للعلماء في ذلك قولان المالكية والحنفية لا يرونه ناقبا اعتبارا بموضع الخارج والحنفية المالكية والشافعية لا يرونه ناقبا والحنفية والحنابلة يرونه ناقضا واستدلوا لذلك بهذا الحديث كيف استدلوا به وجه الاستدلال العموم في الحديث في قوله ولكن من غائط وبول ونوم ولم يحدد موضع الغائط فمن أي جهة خرج ينقض نوقش نوقش بأن قوله من غائط وبول ونوم جار على الخارج المعتاد جار على الخارج المعتاد فخروجه من غير الموضع المعتاد لا يشمله الحديث لا يشمله العموم لأنه من قواعد العلماء أن ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم مخالفة ليس له مفهوم مخالفة فلا يفيد الحصر في هذا ومخالفة غيره له فمن هذا مما أجابوا به هم مما أجاب به الحنفي والحنابل أنه وإن كان قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بناء على الغالب والمعتاد لكن هذا لا ينفي العموم لأن ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم مخالفة فيبقى على عمومه يعم ما كان معتاداً وما كان غير معتاد هذا ما استدل به الحنفية والحنابلة على أنهم ليسوا متفقين في الخارج فيفرقون بين أعلى إذا كان الخارج في أعلى البدن وأسفل البدن والصحي في هذه أنه إن كان الخارج من غير الموضع المعتاد لا أخذ الحكم لا أخذ حكم الخارج المعتاد المسألة العاشرة قليل النوم وكثيره هل ينقض الوضوء أو لا استدل بهذا الحديث لما ذهب عليه أكثر وأهل العلم من أن قليل النوم وكثيره سواء في نقض الوضوء يعني قليل النوم أن قليل النوم وكثيره ينقض الوضوء ووجه الاستدلال أن النبي ذكر النوم في جملة ما يمسح من أجله ولكن من غائط وبول ونوم وأطلق ولم يفرق بين قليل النوم وكثيره كما أنه لم يفرق بين قليل الغائط والبول وكثيرهما وقليل البول والغائط ينقض أو لا ينقض ينقض قالوا فكذلك النوم ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا الإطلاق مقيد بالنوم المستغرق لما ورد من أن الصحابة كانوا ينامون ولا يتوضعون ولو غطوا غطيطا بل كان بعضهم يضعوا جنبه فدل ذلك على عدم العموم في الحديث على عدم العموم في الحديث لكل نوم المسألة الحادي عشرة خروج النادر من أحد السبيلين خروج النادر كان يخرج دود أو يخرج حصى أو يخرج شيء نادر غير معتاد من أحد السبيلين لا صديد ما شيء مثله خروج النادر من أحد السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا استدل بهذا الحديث لما ذهب إليه المالكية من أن الخارج النادر من أحد السبيلين لا ينقض الوضوء خلافا للجمهور جمهور العلماء على أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء المالكية قالوا إن النادر إذا خرج من أحد السبيلين لا ينقض الوضوء ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النادر إنما ذكر الغائط والبول وهما المعتاد خروجهما من السبيلين والجواب ما تقدم قبل قليل أن ذكر الغائط والبول هو الغالب وما ذكر وهو غالب لا يفيد مفهوم المخالفة لا يفيد مفهوم أن ما لم يذكر خلائه يختلف حكمه عما ذكر المسألة الثانية عشرة طولنا عليكم المسألة الثانية عشرة في هذا الحديث الغسل من غسل الميت الغسل من غسل الميت في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا لا يجب الغسل على من غسل ميتا ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مع الجنابة غسل الميت في الاستثناء فدل ذلك على أن غسل الميت لا يوجب الغسل وهذا قل عامة العلماء كما سيأتي في موضعه هذه ثنت عشرة مسألة استذل فيها بهذا الحديث نعم بسم الله إليكم وعن علي بن نبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم هذا حديث تتمت الحديث السابق حديث صفوان تضمن بيان مدة المسح بالنسبة للمسافر وفي حديث علي ذكر مدة المسح للمسافر وللمقيم عن علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر والجعل هنا شرعي ويوما وليل أهل المقيم أي وجعل مدة المسح للمقيم يوما وليلة واذا قال يعني في المسح على الخفين يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الأولى المسح على الخفين مشروعية المسح على الخفين في هذا الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفين ووجهه إذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وهذا واضح واضح المسألة الثانية المسح على الخفين للمسافر والمقيم في هذا الحديث دليل لما ذهب عليه جماهير علماء من مشروعية المسح على الخفين في السفر والإقامة خلافا لمالك حيث ذهب إلى أنه لا يمسح إلا في السفر فلا يمسح في الإقامة ووجه الاستدال بالحديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر بالمسح ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة ماشي الثالثة من المسائل توقيت المسح على الخفين للمسافر والمقيم في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من توقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة واضح هذا وجهه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم في مدة المسح وتفريقه بين المسافر والمقيم في المدة نعم فعندنا في هذا الحديث كم مسألة ثلاث مسائل نعم حسن الله إليكم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وهي دون الجيش فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والعصائب يطلق على ما يلف على الرأس ولذلك قال يعني العمائم فلا تطلق العصابة إلا على ما يلف على الرأس والتساخين يعني الخفاف ويلحق بها كل ما تسخن به القدم يكسمها تساخين لأنه تسخن القدم ويلحقوا بالخفاف كل ما تسخن به القدم من اللفائف والجوارب وغيرها فكلها تساخين وقد فسر التساخين بن الأثير في النهاية بالخفاف والجوارب وهو أحمد وأبو داود وصححه الحاكم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الأولى إباحة المسح على العمامة وحدها يعني إذا كان الإنسان على رأس عمامة مسح على العمامة دون ما ظهر من الرأس استدل بهذا الحديث لما ذهب إليه الحنابلة من أن المسح على العمامة فقط مجزئ هذا تقدمت تقدمت هذه المسألة هذه تقدمت ومسح ما يظهر من الرأس عادة إنما هو مستحب وجهه وجهه استدلال بالحديث على هذه المسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب وهي العمامة فإذا اقتصر على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد فعل ما يجب عليه واضح طيب الثاني من المسائل المسح على الخفين وهذا كسابقة في الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفين وهو محل الجماع ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم بأن يمسحوا على التساخين وهي الخفاف ونحوها المسألة الثالثة المسح على الجوارب في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من مشروعية المسح على الجوارب ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسح على التساخين والتساخين تشمل الجوارب واللفائف المسألة الرابعة المسح على الجوارب الخفيف أو على الجوارب والخف الذي يبدو منه بعض القدم في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز المسح على ما يبدو منه بعض القدم إما لثقب فيه أو لخفته وعدم ستره القدم ستراً تاماً ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يمسحوا على التساخين وهي شاملة لللفائف والجوارب واللفائف والجوارب ليست كالخفاف في ستر القدم فقد يبدو بعض القدم وقد يكون مبدياً للبشرة ونحوها المسألة الخامسة المسح على الجبائر والجبائر هو ما يجبر به العظم ونحوه استدل بهذا الحديث لما ذهب إليه جمهور العلماء من مشروعية المسح على الجبائر ووجهها القياس على الخفائين والتساخين وجه القياس لأنه لابد من علة تجمع بين الأصل والفرع في القياس لأن القياس تعريفه الحاق فرع بأصل لعلة جامعة وبالتالي لابد من معرفة ما هي العلة التي جعلوا بها الجبائر في حكم الخفاف قالوا بجامع الضرورة بجامع الضرورة بجامع الضرورة فالمسح على الجبائر للحرج ونحوه من باب أولى واضح واضح وجه الاستدلال إذن وجهه قياس الجبائر على الخفاف والتساخين ما موضع العلة التي جمعت بينهما أن النبي أذن بالمسح على الخفائين وعلى التساخين دفعا لضرورة لماذا؟ البرد أو لضرر البرد والضرر بنزع الجبائر أعظم من الضرر بالبرد فدل ذلك على جواز المسح على الجبائر ففي هذا الحديث دليل لماذا ذهب إليه جمهور العلماء من مشروعية المسح على الجبائر نعم الحديث التالي حديث عمر وما يليه موضوعها واحد أخاف أنه ما يمدين نأتي عليها جميعا إلى آخر الباب حديث عمر وحديث أبي بكرة وحديث أنس وحديث أبي بالعمارة موضوعها واحد فنجعلها في الدرس القادم إن شاء الله شائعك